لا لا من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم في فقه الشافعية من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام لا فاحنا بنقول للناس تايسيران علي والله انت ايه انا نويته الصيام الشهر كله يا سيدي بس جزق الله خيرا صحورك فحد ذات نية تمام يعني اللهم دخل المطبخ الساعة 2 قبل الفجر ده ودخل يعمل ايه ده ودخل الصحر ده في حد ذاته نية تمام اطلب من ربنا سبحانه وتعالى العون من ربنا في نيتك يا ربي انا نويته صيام هذا الشهر الفضيل الكريم ابتغاء وجهك ايمانا واحتسابا لوجهك الكريم اللهم اعني على الصيام على صيام رمضان وخليني من الصائمين الدرجة الاولى ايه الدرجة الاولى الصيام دي بقى ايه ايه الدرجة الاولى الصيام الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة اللي منها اللسان ان انا عيني تصوم عما حرم الله غض البصر اذني تصوم اما اسمعش حاجة حرام لا اعد في مجلس في غيبة ولا اعد في مجلس في نميمة ولا اسمع حد بيشتم حد ولن اسمع انه حد يشتم حده قدام لا يا اخي اتقل لا من اجدعه يا اخي ربنا يصلح للناس من رد عن عرض اخي النبي يقول كده عليه الصلاة والسلام من رد عن عرض اخي رد الله النار عن وجهه يوم القيامة شوف ربنا يدخلك الجنة بسبب انك في الدنيا وانت ماشي لقيت حد بيكلم على حد اقول له يا اخي الله يبارك الله يكرمك يا عمد احنا كلنا عيوب تكلمش عن الناس الله يكرمك بس اختران الصيام دايما للأسف الشديد عندنا بيكون في مشكلة ما هو النبي قال كده يعني دايما انت اللي بيصوم يعني عنده الصيام هو المبرر للانفعال والغضب والعصبية واكثر من ذلك النبي قال ايه بقى عليه الصلاة والسلام النبي يقول الصوم جنة جنة يعني وقاية يعني الصوم يقيني من الشرور من الآثام من الانفعالات الصوم جنة يقول لك انا بشر بسجايل اصلي متعودش بسجايل اصطنا القهوة وانش بتاعش الصوم تعرف انجال القهوة بتاع الصبح تبقى يخلي كل واحد يقول لك عنده من المبررات ما يسوقها ويقول لك انا مش عارف اشتغل في ناس ما بتشتغلش في رمضان خالص نتيجة يقول لك انه مصايم كيف يستطيع المؤمن ان يستغل هذا الصيام ليكون دافع وحافظ العمل وملهم للطاقة بيدخله وليس العكس صحيح سؤالة جميلة يا دكتور عام ربنا يا كرام النبي عليه السلام يقول اذا كان يوم صومي احدكم انت حصوم بقى مش يستطوم جنة يعني وقاية فاذا كان يوم صومي احدكم فلا يرفض ولا يسخب لطلع العيبة ولا اشتمحد اختبار يعني ولا علي صوتي اه ولا تعصب على الناس طيب طب انا مش هعمل كده يعني انا مش همشي في الشارع عاشت من الناس طب افرض بقى الناس استفزتني النبي عليه السلام يقول فان سابه احد او قاتله فليقول اني صائم اني صائم لازم يقول لا 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 الحمده انا صائم لا لا ما ينفعش اعمل كده انا ما ينفعش تنرفز على الناس ما ينفعش اغضب على الناس لو تلاحظوا مشاهدين الكرام انت بتقول لي جدولك ايه في شهر رمضان انا على المستوى الشخصي بجي اقول لك وانا بنوي بدعي بقول لي يا رب اعني على صيام رمضان كما ينبغي وحسن اخلاقي ده النبي كان يدعي في صلاته يا دكتور عمر عشان مسألة الانفعال اصلا انا بشرب قهوة اصلا انا بشرب سجاير مش انا طبعا نظر الله اقول لك انا فبنفعش نسأل الله العافية لكل مبتلأ واخوانا المدخنين دول على العين والرأس ربنا يعفو عنهم طيب المبررات دي بقى النبي كان يعمل يا عليه السلام في كل صلاة يصليها في كل صلاة بعد ما يكبر تكبيرت الاحرام وقبل ان يقرأ الفاتحة يسكت قليلا صحابة قالوا له حضر بتسكت لي يا رسول الله قبل ما تقرأ الفاتحة فكان بيدعو دعاء اسمه دعاء الاستفتاح فمن هذا الدعاء بيدعي ربنا بيقول له اللهم انت الملك انت الملك لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب الا انت خد بالك ويأمل اللي جاي وهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها الا انت اهديني يا رب للأخلاق لأحسنها واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها الا انت ده نم ما قول لي بنعمل الامورك بتاعك الواجب وبيقول لي انا مش عارف بعمله ويعيط لي بعمل لي يا دكتور عمر بساعده بقوله طيب بص يا حبيبي حتى وإحنا زمان نكتب لسه بنتعلم الكتابة اهلين واسدزتنا ومشيخنا جزاهم الله عننا خرج كانوا ينقطلنا كده فاكر زمان ينقطلنا عشان نمشي عالكلمة ومرا ايدي وبدأت شيئا فاكر يساعدوني فاللي عايزي صم رمضان هنقول له لابد ان تتحلى بالاخلاق وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه رب صائم ليس له من صيام الا الجوع والعطش يعني اللي مش هيبطل قول الزور والعمل به وشتمة الناس وغيمة الناس ربنا مش محتاج طعام وشرابه وصيامه في حاجة المهم يصم لنا عن يعني انت صايم عن الطعام والشرابه هو حلال ورايح تفطل عن الغيبة والنميمة وهي اصلا حرام فبيقول لي انا صنبا فعل اقول له استعن بالله اقول له هديني لأحسن الاخلاق نطلع قول للنفسك انا صايمة نطلع الفاصل نرجع نواصل حديثنا عن رمضان مع الشيخ رمضان